طيب. الجزء بقى المهم اللي احنا عايزين ندخل عليه. جزء اه الوراثة. الوراثة ببساطة كده لو جيت سألتك يعني ايه وراسة? هتقول لي ببساطة الوراثة هي عبارة عن عندي اب مسلا. وعياله بيورسه منه حاجات او صفات معينة. تمام? بيكتسبوها. فهو برضو فكرة الوراثة في الوفكتورينا بتضعبار عن ايه? ان انا عندي ايه كلاس اساسي. الكلاص الاساسي ده. بسميه حاجة الكلاص الاساسي ده. يقوم بسميه البيرنت كلاس. يقوم بسميه بيس كلاس. تعمام يا اسمه اه? يبقى البيارنت كلاس او الببز كلاس. قو عندي دلوقتي كلاسات تانية كلاسات تانية. بيبقى اسمها. او ده عبارة عن ايه? ده كلاس. المفروض ان هو محتاج ان هو يورس صفات معينة من ايه? من الكلاس اللي هو البرونت. او ده كلاس بيبقى عبارة عن كلاس معين. محتاج ان هو يعمل يورس صفات معينة من طيب. دلوقتي نفترض انها دلوقتي عندي كلاس اسمه كلاس اسمه تمام? كلاس اسمه ده اه عندي دلوقتي في اه هنشرح دلوقتي يعني ايه? ايه الفرق بين اه ايه يعني ايه بروتكتد? تمام? لأ ما كناش شرحناه قبل كده. وايه الفرق بينها وبين البرايفت? تمام? بس هو حاليا يعني لغا دلوقتي كده اعتبر البرايفت لغاية ما نقول الفرق بين البرايفت تمام? طيب عندي ده طيب عندي اللي هو اللي هو اه انت اي دي الاي دي بتاع البرسون وعندي دلوقتي اي شخص اي شخص عمتا بيكون له اي دي بيكون ليو نيم بيكون له طيب اللي هو الطيب عبارة عن ايه? يا اما ميل يا في ميل تمام? يا وعنده اه وزيفة معينة عنده وزيفة ومعينة. تمام? طيب وعندي وعندي دلوقتي سيبك من كلمة دلوقتي عندي دلوقتي ايه? آآ عندي آآ فانكشن اللي هي اسمها دي عبارة عن ايه? دي المفروض ان هي بتديلك قيم للايه? تاخد حاجة ايه تمام? وتروح تدي الاي دي المين? للاي دي وبتدي كيمة للنيم وبتدي كيمة للطيب وبتدي كيمة للمين? للورك. تمام? طيب وعندي تانية اسمها دي اللي هي بقول له دولات اللي هو تبام? دي سبيلي بقول له سيقاوة الاي دي. تمام? وحيطبع لك كيمة الاي دي كام? قاوة النام والنام بكم? والطيب واننوع النوع ايه? والطيب وهتطبع لك الورك. تمام? طيب بعد كده عندي اسمها الجيت ااي دي دي المفروض بترجع لك الكيمة الاي دي بس. وفاكشن اسمها جيت نيم بترجع لك النيم. وفانكشن اسمها جيت طيب وفانكشن اسمها جيت وورك. تمام? فكل ده حاجات ك scripture دي وحاجات صفات جوه مين? جوه كلاس الاسمه بيرسون. طيب. انا عندي كلاسين تانيين كمان. كلاس اسمه ستيودينت. تمام? وكلاس اسمه تيتشر. بالنسبة للستيودينت والتيتشر هم اللي اتنين عبارة عن ايه? سواء ستيودينت سواء تيتشر سواء مانجر سواء اي حاجة. فهو في الاساس اللي اتنين عبارة عن بيرسون صح? سواء يعني سواء انت كنت ستيودينت او سواء تيتشر او سواء اي حاجة. فانت في الاساس اصلا عبارة عن ايه? عبارة عن بيرسون. تمام? فانا دلوقتي المفروض الصفات هي هي المفروض اللي في بيرسون هي هي المفروض اللي هروح اديها المين? للكلاس الاسمه ستيودينت وهي هي في الاسمه تيتشر. فانا المفروض دلوقتي يعني يعني لو حسب اللي خدناه قبل كده المفروض كل اللي كتبته في الاسمه بيرسون هروح اخدقو بي او اكتبه تاني في الكلاس الاسمه وهي و لو عندي مثلا كلاس تاني اسمه هروح اكتبه تاني في كلاس اسمه فهو ده اكتب اكواد كتيرة كده وتكرار مرهوش لازمة. فقال لك ببساطة عبارة عن ايه? قال لك دلوقتي هو اللي هو الصفات معينة يعني الصفات اللي هو مسلا اللي هو بتاعه. فانا عرفت دلوقتي اللي هو تمام? والمفق التاني ليه? كل الحاجات اللي في البرسن اللي هو والاسم والنوع والوظيفة وكل حاجة. كنت اكتبها هنا. تمام? وعنده هنا فانكشن كام فانكشن بس. عندي كام فانكشن تمام? سيبك من الفانكشن الاخيرة دي كنا لسه عاملينها. عندي فانكشن اللي هي ايه ست جي بي ايه بتجيب لك بتدي كيمة للجي بي ايه. وفانكشن جيت الجي بي ايه. بترجع لك كيمة الجي بي ايه بس. تمام? طيب. مش الستيودي انت هو هو في الاسل. اه اه بيرسون. قل لك اه. تم خلاص تم انا عندي حاجة اسمها وراسة. تم اروح اعمل وراسة من الكلاص اللي اسمه بيرسون. اروح اعمل ايه اه في الكلاصة الاسمه يعني ايه? يعني ايه? يعني معناه كده ان عايز اخلي ياخد كل الحاجات اللي موجودة في الكلاصة الاسمه بيرسون. طب بعمل وراسة ازاي كل بساطة الموضوع بسيط خالص. بتجعد الكلاس اللي اسمه بتكتب بعده كلمة نقطتين وتكتب اسم الكلاث اللي انت عايز تعمل منه وراصة. الكلاث اللي اسمه ها اسمه وراسة اسمه ايه? اسمه برسون. طب بس كدهวلك المفروض بتكتب قبله حاجة كمان يعني قبلades المفروض تكتب نوع الوراصة دي عبر عن ايه? يعني ايه نوع الوراصة? لك عندك ثلاثة انواع من ورصة. يا اما بابليك يا اما بروتكتد يا اما برايفيت. انا دلوقتي هخلي نوع الورصة بابليك. تمام? هقول لك دلوقتي انا دلوقتي خليت نوع الورصة ايه? بابليك. فبقول له دلوقتي الكلاص اللي اسمه بيرسون. خليلي ليه الكلاص? فانا دلوقتي قلت له خليلي نوع الورصة بابليك. تمام? طيب ايه معنى الكلام ده? هقول لك دلوقتي يعني اصبر عليك في عدة دي. تمام? طيب انا دلوقتي كده يعني طب انا عملت ايه? يعني دلوقتي خليتوا وراصة يعني اعمل عشان اعمل وراصة بس كل اللي اعملت وانا اعملت نقطتين ؟ واسم الكلاص لاسمه بورصن ؟ اللي انا عايز اعملوه انا وراصة. تمام? فدلوقتي بقى مين عن ايه؟ فبقى دلوقتي الlage ال あو اللي هو البيس كلاس. عندي. بقى مين? بقى هو بيرسو. ده الاب. تمام? هو مين الشايلد كلاس? او الدريفت كلاس? الشايلد كلاس? او الدريفت كلاس? هو مين دلوقتي? هو الستيودت. تمام? طيب ايه ميزة الوراثة بقى? قال لك الوراثة ببساطة ان انا دلوقتي بص لو جيت في المين كده وجيت خط من الكلاص اللي اسمه. انا دلوقتي عملت ايه? خدت وراسة من الكلاص اللي اسمه خط وراسة من البرسو تمام? فروحت دلوقتي قلت له عايز اعمل من الكلاص اللي اسمه قلت له اس. تمام? طيب. المفروض دلوقتي الستيودنت اس ده المفروض فيه كام فانكشن يعني كام فانكشن انا اوصل لها. ما عنديش غير اتنين فانكشن بس. اللي هو مين? اللي هو والجيت جي بي ايه. فانا دلت اللي قلت له اس دوت. بص المفروض ظهر لي كام فانكشن. بفوق كان نزهر لتنين بس. اللي هو و جيت جي بي ايه. لأ لقيته ظهر لي فانكشن اسمه جيت جي بي ايه. وكل الكلام ده. وكل ده جيت برسون. كل دي جات من اين؟ ببساطة جات من اللي انا عملت له عملت وراسة منه اللي هو مين? اللي هو الاسمه في انا كده قدرت ان انا عمل على كل الحاجات اللي هيا ايه? من الكلاص اللي اسمه برسون. طيب هتقول لي طيب تعالى بقى نرجع عشان ما اتلبطش الاول ايه في ايه فكرة دي ولك فكرة عبارة عن ايه? من الرسم من الصورة البسيطة خالص دي. قال لك الصورة البسيطة دي خالص? قال لك لو انا عندي او عملت نوع الوراثة عندي عملت نوع الوراثة تمام? فقال لك ببساطة ان انا اي حاجة كانت اي حاجة كانت بترجع اي حاجة كانت هناك في البرانت. انا باخدها كاني كتبتها تاني في مين? في الشايلد كلاس. تمام? في الكلاص الابن. طيب. واي اللي هو ببليك تمام? فاي حاجة ببتيجي على ايه? طيب. اي حاجة كانت فبتيجي اي حاجة كانت فبتيجي تمام? يعني يعني معنى كده ان لو انا عملت نوع الوراثة فكل حاجة بتيجي زي زي ما كانت بالزبط في البرانت بتيجي في الابن. سواء يعني بيجي ببليك بيجي بروتيكتد بيرجي برايفت. طيب. لو انا عملت نوع الوراثة قال لك لو انت عملت دلوقتي نوع الوراثة قال لك اي حاجة كانت في الاب بتروح للابن بروتيكتد. تمام? طيب لو انت عمله بروتيكتد بيجي بروتيكتد. تمام? والبرايفت بيفضل برايفت. طيب. لو انت عملت نوع الوراثة برايفت. قال لك ببساطة اللي كان في الاب بكي انك كتبته في البرايفت بتاع الابن. تمام? والبروتيكتد انت كي انك خدته بس برايفت في الابن. تمام? والبرايفت بيفضل برايفت. تمام? قال لك البيبط ده طبعا بيبقى هيدن. بيبقى هيدن. تمام? طب هتقول لي دلوقتي ايه الفرق برضو بين البيبط والبروتكتد. انا لسه ما فهمتش برضو. طيب. لو جينا بصينا على الجدول ده ببساطة عشان نعرف ايه الفرق بين البيبط والبروتكتد. قال لك ببساطة لو انت معرف اي حاجة برايفت. اي اي يعني سواء اه اه متغيرات سواء اه سواء اي حاجة انت عم عرفها برايفت. فهل الكلاس يقدر يوصل لها ولا ما يوصل لهاش? قال لك اه. انت معرف دلوقتي برايفت كهو الكلاس. كهو الكلاس نفسه. تمام? يعني انت عندك كلاس? ومعرف حاجة برايفت. هل الكلاس يقدر يوصل لها? قال لك اه يقدر يوصل لها. طب تعال كده نشوف. اهو. لو انا دلاتي معرف حاجة اه برايفت مسلا اللي هو الجي بي ايه. هل الجي بي ايه ده? اقدر اوصل له هو دلاتي على مستوى الكلاس في اي حتة اقدر اوصل له في اي حتة في الكلاس? اه. يعني دلات قلت له جي بي ايه بيسوي جي عادي انت قدرت توصل له عادي. قلت له الريتين للجي بي ايه. فطالما انت على مستوى الكلاس نفسه. فطالما انت وقلت لك دلوقتي طيب هل الابجيكت بيشوف الحاجة لو انت معرف حاجة ده هو الابجيكت. الابجيكت ده عبر عني النسخة من نفس القلاس. نسخة من نفس القلاس. هل الابجيكت يقدر يعمل عليها? قال لك لا ما يقدرش يعمل عليها. زي ايه مسلا دلوقتي? لو جينا دلوقتي روحنا للكود. يعني دلوقتي دلوقتي ده كده جوه القلاس اللي اسمه ستودينت. تمام? معرفوا لو جيت هنا. وقلتلو الابجيكت اللي اسمه ستودينت. قلتلو اس دوت. انا قلتلو دلوقتي ايه? جاب لي كل الحاجات البابليك. بس دلوقتي بالنسبة للجي بي ايه. الجي بي ايه نفسه. كمتغير. هلنا قدرت اوصل له? لا ما قدرتش هوصل له. تمام? ليه? لانه معمول برايفت. معمول برايفت. فمش هيبقى النسخة او مقدرش يوصل له. تمام? طيب. بالنسبة او جينا كده جينا تاني. يبقى ما قدرش يوصل لحاجات البرايفت. طيب ابني ما قدرش يوصل لحاجات البرايفت برضو. تمام? يعني ده كده اللي هو نسخة مني. اللي هو الابني. تمام? طيب. يعني ولا ولا النسخة تقدر تعمل على حاجة البرايفت ولا يقدر يعمل حاجة نسخة على الحاجة تمام? عامل زي مسلا زي كده اللي هو لما يجي الفلوس تمام? الفلوس طول ما هو عايش الابن ما يقدرش يعمل يعني ما ينفعش له ايه? يعني ممكن ياخد منه. تمام? انه ما يقدرش يتحكم في الاموال دي عمتني. تمام? فانا بعمل حاجة برايفت انه ما يقدرش الابن يستغل لها. طيب انما لو انا عامل دي لاتي حاجة لو انا عامل في الكلاس نفسه اقدر اوصل لها قال لك اه تقدر توصل لها في في تمام? طيب بالنسبة للأوبجيكت يقدر يوصل حاجة يقدر يوصل للنسخة قال لك لا مقدرش يوصل للبرايفت برايفت برايفت تشبه بعض بالزبط. طيب ايه الفرق بينهم? قال لك على مستوى الكلاس الكلاس يقدر يوصل لأي حاجة او تمام? وقدر يوصل لأي حاجة يبقى الكلاس يقدر يوصل لأي حاجة او تلا? تلا ما نفس الكلاس. تمام? طيب الابجيكت يقدر يوصل للحاجة اللي هي لا مقدرش يوصل الحاجة طيب يقدر يوصل للحاجة لا مقدرش يوصل الحاجة اللي هي تمام? طيب. بالنسبة للشايلد. الشايلد بقى يقدر يوصل لحاجة البروتكتد. اه يقدر يوصل لحاجة اللي هي بورتكتد. تمام? ده كده الفرق الوحيد بين البرايفت وبروتكتد. عبارة عن ايه? ان البروتكتد ده انا عامله بحيس ان هو يقدر يعمل على عادي. تمام? يعني دلوقتي لو جينا كده كده نوضحها في الكود. اللي انا دلوقتي معرف في معرف دلوقتي اللي هو ده معرفه بروتكتد. تمام? فالسابشكت ده دلوقتي بروتكتد. فانا دلوقتي قلت له طالما جوه القلاس قادر اوصل لآه طالما القلاس يقدر يوصل لأي حاجة او يقدر يوصل لأي حاجة او يقدر يوصل لأي حاجة تمام? لان الحاجات دي كلها بتحتي. الحاجات دي كلها بتحتي انا. تمام? طيب. دلوقتي التيتشر اللي انا عامله بروتكتد. تمام? هقالي ابجيكت من التيتشر. يعني دلوقتي كده قلت له. خدت ابجيكت من من التيتشر. خدت من ابجيكت اللي هو اسمه تي. قلت له تي دوت. هل السابجيكت زهر لي? لأ السابجيكت ما زهر ليش. ليه? ما انا عامله بروتكتد. تمام? سواء برايفت او بروتكتد. النسخة مني ما تقدرش تعمل عليه. تمام? طيب. انا دلوقتي معرف يعني دلوقتي دلوقتي كده البرسون. يعني مثل دلوقتي كده البرسون. البرسون دلوقتي انا معرف حاجات اللي هي او معرف الحاجات دي كلها اللي هو دلوقتي عرف اول اتنين دول برايفت واعرف اللي بعد كده دول بروتكتد مثلا. يعني في البرسون كده اللي هو ده كده الاب. تمام? معرف حاجتين وحاجتين والباقي اللي هو الحاجات اللي هي ايه عاملها? تمام? طيب بالنسبة للايدي والنيم دول تمام? وبالنسبة للبروتكتد. تمام? بالنسبة للاتنين الطيب والورك دول عبارة عن ايه? تمام? انا دلوقتي بتكلم بقى على نفسه. تمام? من البرسون? انا راحت دلوقتي عملت ان الستيودنت هو الشالد من البرسون. تمام? طيب لو جيت قلتلو دلوقتي مسلا ايه فونكشن اسمها مثلا او اه فونكشن اسمها برينت وراحت قلتلو سي قاوت ليه? انا دلوقتي الحاجات دلوقتي ده كده جوه يعني دلوقتي انا خدت الحاجات يعني دلوقتي الابن دلوقتي الستيودنت راح خد الحاجات اللي موجودة ده جوه البرسون فالبرسون موجود في ايه? فيه اللي هو مسلا اي دي والنيم تمام? تعال ناخد مسلا ناخد الاي دي وناخد الطايب. تعال نقول له كده الاي دي والطايب. اقول له برينت للاي دي. ورطلو سي قاوت برينت المين اه ليه الطايب بص اعمل لي ايه? جوه فانكشن ستودنت انا مش معرف ولا اي دي ولا طايب هنا انا مش معرف ولا اي دي ولا طايب جوه بس انا جايب الاي دي والطايب من اين? جايبهم من البرسون من الاب. تمام? فقال لك اما ليه? عمل لك ارر على الاي دي ومعملكش ارر على الطايب. طب ليه الفرق? قال لك لان الاي دي انت معمول في الاب برايفت. فبيبقى او مخفي عن الابن. الابن ما يقدرش ان هو يعمل على الاكسس. تمام? انما دلوقتي الطايب انا عامله ايه? عامله هناك في الاب. فتقدر ان انت تقول له دلوقتي ايه? تقدر ان انت تعمل على او تقول له على طول او ممكن تقول له الطايب او اي حاجة. تمام? فده كده الفرق بين البرايفت ومين? الابن ما يقدرش يتصرف فيه. تمام? الابن يقدر يتصرف فيه عادي. تمام? فده كده لو جينا بقى نرجع للجدول. او قال Бك القلاص نفسه يقدر يعمل على اوسيس عليه اوه. الاوبجيكت ما يقدرش يعمل عليه في ما يقدرش يعمل عليه. تمام? الابن يقدر يعمل عليه? اوه. يقدر اعمل عليه. تمام? طب بالنسبة ليعمل على اه. اه. الابجيكت النسخة مني اه. لما كنت بعرف فانكشن مسلا. فكنت النسخة مني كان بيوصل لحاجات كلها. يعني انا قد قد تام? طب اكيد هيوصل لحاجات. تمام? طيب يعني انا قد قد كده لو جيت روحت دولت تمعرف اللي هو آآ في اللي هو اسمه ده روح تعرفت ال جي بي ايه ده كبابليك. تمام? وقمت بازح كده البرايفت ده. فدولت انا معرف جي بي ايه جوه كبابليك. تمام? لما جيت قلت له دولة جي بي ايه قدرت اوصل له جوه الكلاس. تمام? طب لو روحت في السلسكوت وقلت له اللي هو ال 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 ستودينت اس. تمام? وقلت له دولة ال اس دوت ده كده ابجكت بقى. تمام? ال اس دوت قال لك جي بي ايه اهو. الجي بي ايه قدرت اوصله للجي بي ايه. ليه? ايه نعمل الجي بي ايه? كبابليك. تمام? فالبابليك يقدر اه او يقدر يوصله تمام? اي حد يقدر يوصل للايه? للبابليك. فانا لو جيت هنا قلت لك. فانا بقى ببساطة بقى لو جيت قلت لك هنا ان نوع الوراثة نوع الوراثة ان عاملوا بابليك. قال لك طالما نوع الوراثة انت عاملوا بابليك. فبيبقى لو انت عامله فقال لك ان اي حاجة كانت بترجع لك ايه? النوع الوراثة اللي بتبقى تمام? اي حاجة بتيجي اي حاجة بتيجي يعني الحاجات بتيجي على نفس شكلها اللي كان في تمام? طيب لو انت عامل نوع الوراثة بدل قالك ببساطة يبقى يبقى الحاجات اللي كانت هتتحول ان هي كأنك معرفة في بتاع الشايلد. تمام? والبرايفيت هيبقى والبرايفيت هيبقى مش هتقدر انت توصله. تمام? كده كده مش هتقدر توصله سواء النوع الوراثة او برايفيت في القب مش هتقدر توصله. طيب زي ما احنا نستشايفين من شوية. انما دلوقتي ان احنا قلنا دلوقتي لو الوراثة فانت عامل دلوقتي ليه? البابليك بيبقى وبابليك والبرايفيت بيفضل برايفيت. تمام? طب لو انت عامل نوع الوراثة ايه تمام? لو انت عامل النوع الوراثة فالحاجة اللي كانت بتتحول لبروتكتت. تمام? والبروتكتت بيبقى برضو. والبرايفيت بيبقى بيفضل برايفيت. طيب لو انت عامل نوع الوراثة برايفيت بقى. فببساطة اي حاجة كانت هناك كأنك معرفة في البرايفيت كأنك معرفة في البرايفيت بتاع الاب. تمام? طيب لو انت اه اي حاجة كانت في الاب كأنك معرفة في البرايفيت او خدتها كوبي كده وحطتها في البرايفيت في مين? في الاب. تمام? والبرايفيت بيفضل تمام? يبقى ده كده الجدول ببساطة بتاع النوع الوراثة. تمام? اشهر يعني على طول كده في الوراثة دايما بيخلوا نوع الوراثة بيبقى بابليك ليه? بحيس ان كل حاجة بتبقى آآ بترجع زي ما كانت في الاب بترجع للايه? الابن عادي. تمام? فانا ده قلت ببساطة خدت ايه? رحت خدت تعالى كده نمسح دي بقى كده. مش محتاج انا دلوقتي? فانا محتاج دلوقتي انا روح دلوقتي في البرسون. انا دلوقتي خدت خدت ايه? وراسة من البرسون. تمام? واروح برضو في التيتشار. التيتشار برضو. محتاج ان انا دلوقتي روح اعمل ايه? محتاج ان انا روح اعمل وراسة برضو من التيتشار اعمل وراسة من من الكلاص اللي اسمه آآ برسون. تمام? فبقاقول له بابليك برضو هنا هو الوراثة بابليك. تمام? بس. فانا بقول له دلوقتي كده بقى انا عندي كلاسين اللي هو واخد آآ وراسها من الكلاس الاسم برسون وعندي كلاس الاسم واخد وراسها من الكلاس الاسم برسون برضو.